السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة وصفات أسماء كنتمنكم تكونوا باخر وعلى خير أنتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو الاقتراح ديال اليوم مني بسبوسات فرضيين هماويين راقيين في شكل ديالهم والمضاق ديالهم كذلك كيجيوا مشربين ومعلكين شاشين كيدوبوا في الفم أول مرحلة غد نحتاج له هاد البسبوسات هي أنها تسير ضروري نوجده هو الأول ونخلوه جانبا باش كيبرد هنا غد نحتاج كأس ديال الماء والعبار دائما بنفس القياس كأس ديال السكر وكأس ديال العصير ديال البرتقال هنا غد نحتاج دوائر ديال البرتقال إلا كان الوقت ديال المانضالين ومتوفر لكم المانضالين ديروه بيهر كيجي أحسن هنا كيف مما كتشوفو درت هنا يا العصير ديال المانضالين والدوائر المانضالين غد نخلي هاد سيرو حتى كيغلق مزيان مزيان ونخليه جانبا برد بالنسبة الكيك او الى هاد الميني بسبوسات او الى الخليط غادي نحتاج بيضة واحدة غادي نحتاج معها كأس ديال السكر ساندة وقبصة ديال الملح وغادي نطرب هاد المكونات مزيان مزيان حتى كينساجموا مع بعض ديات مكيف مما كتشوفو كيتغير اللون ديال هادك البيض مع السكر وكذلك ما كيبقاش بيلي السكر نهائيا غادي نضيف كأس ديال الحليب السائل كأس ديال العاصر ديال برتوقال او الليليمون كأس ديال الزيت وهاد الكاس اللي كنعبر بي هرا هو قل من الكاس ديال العنبا يعني الكاس ديال الشاي غادي نضيف كذلك هنا القشور ديال البرتوقل يعني هادك اللي كنطحنوه وكنحيدو منه ديال الدوائر وكنحيدو منه حتى القشور نضيف كذلك ملعقتين كبيرتين ديال الكوك كيس ديال السكر فاني وكيس ديال الخاميرة ديال الحلوة غد نطرب هاد المكونات مزيان حتى كنساجموا المكونات كلهم مع بعض دياجهم ومن بعد غد نضيف كأسين ونصف ديال السميد الناعم يعني السميدة اللي كنديروا بيها البغرير والحرشة هادك السميد الناعم هي اللي غد نستعملوها في هنا كأسين ونصف بالنسبة إلا كان مثلا الحجم ديال البيضة كبير أو الخالط بان لكم بقي خفيف بزاف غد ضيفوا بالملعقة يعني في المقادر اللي درس هما كأسين ونصف ديال السميد وكيف مما قلت لكم إلا جاكم الخالط خفيف بزاف نظرا للحجم ديال البيضة غد ضيفوا بالملعقة هنا غد نخلي هاد الخالط يرتاح تقريبا واحد العشرة ديال الدقيق غنضيف قبل ما نصد على الخالط يرتاح غد ندير واحد نصف ملعقة ديال الخل باش كتتفاعل مع ذاك الخاميرة وكتعطي واحد لها شاشة صافي هنا من بعد ما ارتاح الخالط كيف مما كتشوفو ارتاح وهنا كيف مما كتشوفو حتى القوام ديالو بداكي عقاد وفي هاد الاتناء راه خديت هاد جبيبنات ممكن تديروا ليمول ديال الحديدي لم توفرين عندكم اولا السيليكون يعني اللي كتتفضلو انتوما وهنا بديت كنعمر هاد ليمول من بعد ما دهنتهم بشوية ديال الزبدة وكذلك رشيتهم بشوية ديال السميدة ارقيقة غندخلهم الفران حتى كيتحمرو كيف مما كتشوفو وهنا كيف مما كتشوفوه الفران كان سخون من قبل يعني ماشي سخون بزاف غير دافي مباشرة من اللي خرج هاد البسبوسات الفرديين هما سخان غنسقيهم بهذا كتسيرو اللي كنتموجداه من قبل غنسقيهم مزيان مزيان وهنا رمعه البسبوسة سخونة والسيرو بارد ضغيه كتتشرب من الداخل كتشربو كتجي من الداخل مسقية ومعلكة هنا رو خيبة اللي كم راه عمرتهم ولكن راه سميدة غاتتشرب هاد الخالات كامل ديال اللي سيرو وكي اللي كيبغي مثلا مسقيين بزاف راه يقدر يسقيهم اكتر وتقدروا تقبوهم من الوصب اللي كيغضو وهكا غاي تشربو لكم زيان اولا تسقيوهم غير شوية كتزيين فقط من الفوق درت شوية ديال كوك وغادي ندير واحد الحبة ديال سوريز ممكن تزيينوها بش ما بغيتو تقدروا تدهنوهم بالمربة من الفوق او للعسل والكوك او للوز او الكوكو كاسي كيبقى لكم هنا التزيين اختياري المهم هي اللي الوصفة اللي كتجي اكتر من رائعة وكان هذا هو الاقتراح ديال اليوم والفيديو ديال اليوم اه غنوريكم ضروري المصداقية الوصفة شكل ديالهم من الداخل كيفاش كيجي وراه ما نقولش لكم عليهم وحدة رائحة طالعة منهم اللي كانوا كيطيبو وكذلك شوفوا شاكري راسهم بلا ما نشكرهم من الداخل كيجيوا معلكين كيجيوا شاربين هدك السيرو كيجيوا رائعين شاشين كيدوبوا في الفم كانت هذه هي الوصفة ديال اليوم والاقتراح ديال اليوم ميني بسبوسة فرضيين وجديهم الفطور او لا القوتي او لا ضيوف الغفلة ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم تجربوهم باذن الله ويقولوا معتمدين عندكم الى اعجباتكم الوصفة شكل ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم والبرتاج للفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائدة الناس اللي انضموا لي القناة كنقول لكم مرحبا والف مرحبا فعلوا الزر ديالجرس باش توصلوا بالجديد الى فيديو قادم والى وصفة قادمة باذن الله